شرفنا الآن المحلل الرقمي والزميل العزيز محمد الباز لتحليل أرقام الفرقيتين الأهلي والترجي تنسي مساء الخير منورنا محمد مساء الخير يا كابتن ناعمل مساء الخير على جمهور النادي الأهلي يعني إن شاء الله النهاردة تكون بداية موفقة ونتمنى طبعا الفوز ونحسم المباراة في الزهاب إن شاء الله زي ما يقوله دايما أنه لنا في إرادة أرقام ونتائج كبيرة جدا الأهلي والترجي يا كابتن دايما بعتبره كده مسلسل متواصل من المواجهات يعني أطول سلسلة مواجهات ما بين فرقيتين وعربيتين هما الأهلي والترجي يعني وصل 24 مرة تقريبا 12 فوز للأهلي فيه 8 عدلات وأربع هزيم ولكن الـ 12 فوز حتى في يوم منهم 6 في تونس 6 في مصر فدايما فيه توازن في النتائج صحيح أرقام كلها لصالح النادي الأهلي الأهلي طبعا خرج من التنافس داخل القرى اللي ينافس خارجيا زي ما حدثتك قلت طبعا من نفس ريال مدريد 17 مرة فينال 17 مرة فينال في أوروبا وأفريقيا لكن دايما الأرقام الأهلي بيكسرها وينافس نفسه فيها يعني دايما نحن بنشوفها بحطم أرقام بحطم أرقامه الشخصية يعني نرجع بقى للترجي النهاردة لفريق كبير نتكلم على آخر طبعا 7 نسخ الأهلي وصل منهم 6 فينال زي ما احنا عافين يعني 6 فيه فيه أرقام كبيرة جدا وعايز أقف بقى هنا عند الترجي لأن الترجي في آخر 7 نسخ منهم طبعا مرتين البطولة الترجي 4 مرات و 3 مرات فيهم برقم كياسي بلا هزيم فالنهاردة إحنا الأهلي حقق البطولة قبل كده في 2005 بلا هزيم وده تاني نسخة نتمنى أنها تكمل إن شاء الله على خير وحتكون نسخة بلا هزيم وده برضو رقم كياسي جديد للنادي الأهلي ترجي 2018-2019 في آخر 7 نسخ زي ما قلنا وموجود الأهلي طبعا زي احنا نتكلم في آخر 7 نسخ 6 منهم فينال نتكلم على 3 بطل و 3 وصيف فبنتكلم دلوقتي ورضو أرقام ف3 مرات للنادي الأهلي كبطل فيه برضو مرتين للترجي كبطل فالفرقتين لا فرقتين تقال ترجي فريق تييل شفناه أمام سانداونز وحنستعرض بعض الأرقام الفنية إزاي لعب قدام سانداونز إزاي فاز على سانداونز علشان ناخد بالنا من بعض النقاط المهمة جدا الفنية من نقاط قوة لفريق الترجي وعنده برضو نقاط ضعف كبيرة جدا قبل ما نخش كده ممكن يا كابتل نبص بسريع أنا هو على المباراة في بعض النقاط الفنية ده طبعا مباراة الزهاب شوف الاستحواز كان سانداونز 61% 39% الترجي فرص 7 فرص لسانداونز 0 لا فرصة للترجي محاولات ما كانتش كبيرة جدا لسانداونز 7 منهم 2 على 3 خشبات بنسب 29% الترجي لا أهدد مرمى سانداونز في المباراة دي في الزهاب 6 منهم 3 ترجي بنسبة 50% الـ XG وصل عند سانداونز يعني هدف وبرضو نفس الكلام عند الترجي يعني نسيب بقى الأرقام بتاعت مباراة الزهاب ونقب عند مباراة العودة لإننا هناخد من الأرقام دي في المباراة العودة ستبقى معنا الأهداف المتوقعة بالنسبة حتى لسانداونز ملعب الترجي إن الترجي كان بيلعب بأسلوب دفاعي بحث صحيح صحيح هنعرفين سانداونز كويس قوي طبعا ولكن معنا كمان إن الأرقام دي الهداف المتوقعة من سانداونز في المباراة لا تتعدى هدفين أو هدف ونص لا يبقى الترجي كان بيلعب بأسلوب دفاعي وبيعرف كمان يلعب بي كويس قوي صحيح وما وصلش لسانداونز إن هو يهدد المرمى الترجي لإن سبع تزديدات ده رقم قليل جدا لسانداونز وطريقة لعبه وفيهم اتنين بس على الثلاث خشبات حتى الدقة بتاعتهم تسع عشرية فأنت من إجمال الفرص لها السبعة اللي هو كوالتهم مش قوية جدا وصل لإثبت أهداف متوقع اكس جي هدف وحيد سريعا بقى المباراة التانية كان شكلها عامل إزاي لإن ده مهم جدا إن إحنا نطالق من المباراة النهاردة نتكلم ما هو كابتن 73% الاستحواز لسانداونز تمام مقابل 27% خلي بقى لك الماتش كان على أرض التراجي صحيح هنا بقى دلوقع لا ده كان العودة كانت هناك كابتن في جنوب أفريقيا في سانداونز العودة هناك فعلى أرض سانداونز فبالتالي لما يبقى على أرض سانداونز سابق الاستحواز فرص هنا لا أنا بكلم على الماتش الأولاني كان الاستحواز برضو لصالح سانداونز مزبوط الاستحواز ولكننا بقى الفرق تعبا نتكلم هنا الفرق من الفرص آه التراجي هنا كان سايب المباراة تماما لسانداونز من ناحية الفرص 17 فرصة من ناحية المحاولات 26 تسديدة على المرمى منهم 6 على 3 خشبات بدقة 23% لإكس جي وصل قد يصل للخمس أهداف سانداونز وخرج زيرو أهداف فهنا بنتكلم على التراجي إنه هو قدر إنه يوقف خطورة سانداونز أنا مش شاف إنه هو وقف خطورة بس أنا شاف توفيه يعني صحيح الأرقام هنا بتقول توفيه أو ممكن يكون الماتش الأولاني بس هو كده اللي وقف الخطورة ولكن هنا لا في نسبة توفيه كبيرة جدا ودايما الأرقام في المباراة النهائية أو التكابتن أيما مش مؤشر لإن معظم الأوراة دي تكسب ولا تلعب ومهما شفنا أرقام آه إحنا شفنا الأرقام مخيفة مرعبة ولكن إذا توقعنا أن السانداونز بالإكس جي بالأرقام يصل لخمس أهداف لخرج خسران زيرو الفرق ما بين الأهلي والترجي في آخر مباريات أن الأهلي لما رجع للمشوار المحلي في أربع المباريات كان العلامة كاملة بفوز كبير جدا ولكن بقى الترجي لما رجع لمسابقة للمحليات دوري المحلي عندهم لأ كان عنده في ثلاث مباريات دوري في هزبتين واحدة كاس وواحدة في الدوري النجم الساحية ثلاثة أثنين مزبوط فبالتالي إحنا نتكلم ده ليه خمس أهداف وعلي سبع أهداف دخل في المباريات سبع أهداف في آخر أربع مباريات مزبوط فهنا بقى لأ كان فيه فاصل ما بين المشوار الأفريقي والمشوار المحلي لأن المشوار الأفريقي قوي جدا ونستعرضه بالأرقام ونقارن ما بين الأهلي وما بين طبعا الترجي في المشوار الأفريقي عشان بقى نقف من نحية الدفاعية والنحية الهجومية كان الفريتين عاملت ازاي من نحية الهجومية لا إحنا الأهلي خلاص إحنا عارفين إحنا أقوى خط هجوم من نحية إحراز الأهداف من نحية صناعة الفرص من نحية الإكسي جيم من نحية التسليزات على المرمى والركنيات كل الأرقام ديت لو نستعرضها هو كابتن 12 مباراة ده طبعا أنا بتكلم هنا حتى بالمباراة في المرحلة التمهيدية قبل المجموعات فجبنا بقى المباراة كلها مجموع كل فانت لا هزيمة الترج هزيمة واحدة اللي هو بتاعتليلال 3 وده المباراة الوحيدة اللي دخل فيها هدف مزبوك وبعدها 8 مباراة بلا هزيمة وشباك نظيف فهنا نتكلم في تعادلات متسويين الأهلي طبعا فوز أكتر الهداف المحرزة 19 هدف للنادي الأهلي مقابل 9 أهداف الإكس جي عند الأهلي قد يصل لـ 35 هدف ليه؟ لأنه أكتر فريق في الكارة في هذه النسخة صنع فرص كبيرة محققة 25 فرصة منهم طبعا تمريرات حاسمة عندك النادي الأهلي غير 25 فرصة فيه 13 أسست أو تمريرات حاسمة مقابل 5 فقر الناحية الهجومية عند الترجي بالأرقام في 12 مباراة مش عالية قوي مقارنة بالنادي الأهلي نادي الأهلي يعني ضعف أرقامه حتى في الصناعة في الفرص الكبيرة المحققة هو عمل 19 فرصة قد يصل لـ 21 هدف ده بيقولك أن الترجي بيخطف بيخطف من فرص قليلة ممكن يحرز أهداف فبالتالي لازم ناخد بالنا ده النحية الهجومية والشكل الهجومي بالأرقام عند الفرقتين يعني التمريرات المفتاحية شوف احنا وصلنا 113 تمرير مفتاحية في 12 مباراة ده رقم يعني الأهلي هنا أرقام مرعبة في الصناعة وفي التمريرات المفتاحية الترجي مش عالي أوي 56 وصلنا تسددات بالمباراة 13 رقميات كابتن 69 رقميات في الـ 12 مباراة يعني تقريبا متوسط 6 رقميات في المباراة الوحدة ناحية الترجي 43 حتى العرضيات يعني متساويين في توتل العرضيات حتى الـ كواليتي أو دقة العرضيات الناحية الدفاعية سريعا عندنا الاستحواز يعني مقاربين من بعض متقارب تمريرات الصحيحة الأهلي يعني بيفوك أكتر ليه؟ إن احنا شفنا البلداب وشكله عند الترجي ما بيكونش فيه شورت باصس كتيرة واحدة اتنين وفعلا لونج بولز ده بطريقة لعبهم والناحية التانية تمريرات الطولية هنا مقاربين من نادي الأهلي ونادي الأهلي طبعا هو من أفضل الفرق في الكرة حتى الآن في لعب الكرة الطولية في خلف المدافعين وده بقى نقطة قوة لازم استغلال نهاردة لأن عندهم الباكات بين علي أو بين حميدي بيتقدموا الأهلي استقبل هدف وحيد في الاثناشر مباراة حتى الآن أكوة خط الدفاع ثم الترجي طبعا أكوة خط الدفاع تكلم على شباك نظيفة هوا 11 11 من الاثناشر خسرت الكرة بالمباراة 35 ولكن أنا شفت الكونتر بريسنج عند الترجي قوي جدا شارس جدا فعلا وده بقى نقطة قوة ونقطة ضعفة كابتن هيم اللي إن احنا في الحالات بقى بنشوفها في الملعب في الكونتر بريسنج وإن هما يقدروا يكسبوا الكرة تاني بيضغطوا بالخمس ست العيبة كلهم في حتة واحدة في مكان الكرة كتلة واحدة الفريق السريع لما زهنية تكون حاضر تنقل الملعب ده الخصم يعني الأهد الأهلي وده نقطة قوة عايزين استغلاله النهاردة بتفتح مساحات وده هنستعرضها بصورتين تلاتة بحالات نوضح بيها ونشرح بيها إزاي هما بيخسروا الكرة أو بيكسبوا الكرة أو بيصل لتسعة تسعين مرة يعني زي الأهلي تقريبا مئة مرة في المباراة في الاستعادة والريبور ريكافري بشكل كبير جدا فالفرقتين متقاربتين في كسب الكرة في الأرقام طبعا نحن بس الأهلي بس اللي بيمتاز من الناحية الهجومية بشكل شارس جدا أرقام شارسة جدا ومرعبة للنادي الأهلي نستغلها النهاردة بعض الحالات يا كابتن آيمن بتورينا بقى ترجب مشكلته فيه نقاط الضعف عنده في القرات السابقة حتى تعرف لو فيه فرق بتلعب رمي التمس بتشكل خطورة عند الفريد معي نحن كمان أحد نقاط القوة عنده بالظبط نقاط القوة هي نفس الوقت نقاط الضعف ده حقيقي هنا في المباراةين الأخريتين زي ما احنا قولنا لعب قدام النجب وكان خسران عمر المتادة وفاز في الآخر بصعوبة 3-2 بالظبط بمنالتي ناحية لعب قدام الملعب الرياضة الملعب التونسي برضو نفس الكلام خسر منهم ولكن هنا تعالي نشوفها كابتن أيمن الخطور دي ضربة يعني أعتقد دي كانت برضو رمي التماس تلعبت بتشكل خطورة بيحرزوا منها هدف لأن هم بيعملوا زيادة عددية ولكن فيه سوق في التمركز وفي الرقابة بيشكل خطورة عليهم ده في المباراة نشوفها المثال التاني أو نفس الكلام كورة سابتة بتتلعب شوفها كابتن أيمن لأ نرجع بس سريعا عشان نعف بس اللعيبة في التمركز بتاعهم والرقابة وهو بيلعب الضربة السابتة نرجع تاني هتلاقي كابتن أيمن تلات لعيبة وقفين بيبصوا البعض بيبصوا عنهم على الكورة ويعني طبعا هابوسها كابتن فيه تلات لعيبة وفيه رقم اتنين وقف لوحده تماما وقدر انه هو الكورة توصله وعدت الكورة لان الاثنين اللي قدام وحتى الواحد اللي وراء اللعب اللي وراء ما بيبصش إلا على الكورة ففيه سوق في الرقابة هنا كورة لعبة نزلت عند الرقم اتنين هنا وطبعا شكلت خطورة هي دي طبعا ما جاتش جنب بس نزلت طبعا كانت تشكل خطورة كبيرة جدا وللأسف هي جات طبعا جمع العرب المشكلة التانية من نقاط الضعف عند الفريد التراجي في الكوانتر قتال هم بيعملوا هجوم اندفاعي بزي ما قلت لحضرتك هنا الكورة كانت بدياتها من هنا شوف يا كابتن هم هنا بيحضروا بيبدأ ان هو يبني اللعبة هنا اتضغط عليه اتنين من فريق الخصب قطعوا الكورة بسرعة جدا في حالة الارتداد عندهم بطء هنا لان بين حميد وبين عالي دايما في زيادة يعني الصورة القبل دي بتوضح ان كان فيه مساحات كبيرة جدا في خلف الازهرة وعندهم على فكرة كمان مساحات بين المدفعين وبعضهم صحيح يعني ناحية الليفت واللي جنبه وناحية الريت واللي جنبه وتعافى كابتن هي دي برضو نقطة كو لان هم بلعبوا الكورات البينية ما بين السيرت باك وما بين الازهرة بيشكلوا خطور وده اللي كسبوا بيسان داونز في الجنين اللي دخلوا كان حتى السيست من رودريج وريدريج المهاجم بتاعهم عملها برضو بينية وشكلة خطور نفس الكلام كنت بقول لها حدوطك هنا يعني الصورة القابلة ديت بتوضح ان هم اللي 4-5 بيضغطوا بيطاعوا الكورة السورة بيضغطوا على حامل الكورة ولكن لو انت قطعت منهم الكورة يعني نرجع للصورة اللي قبلها دي خلاص الجون الصورة الحالة اللي بعدها الأخيرة معنا هتلاقي كابتن نايما ان هم بيضغطوا بـ 3-4 لعيبة وفي حالة ان انت كسبت الكورة منهم عملت بتقدر تلاقي مساحات في اي ارتداد عليهم نفسي يعني نكمل الصورتين هنا كابتن اتخذت الكورة من فريل خص وتلعبت خلاص بقى هنا بص شوارع ناحية تانية ناحية الشمال بقى تفاضية تماما لان الباك اليمين دايما بيزيد اللي هو بين عالي والناحية تانية حتى بين حميد خلاص تلعبت عرضية اصبحت جول ده بشكل عام نقاط الضعف اللي هي نقاط الكوة عند فريق الترجي والارقام كلها طبعا مبدئيا لصالح النادي الاهلي ارقام مش انديكيتور في النهايات تكسب ولا تلعب تركيز والزهن العالي هو سر الفوز لأي فريق نتمنى النهاردة طبعا ان شاء الله فوز للنادي الاهلي والرجوع كده نبارك لبعضه مبقرا زي ما بيقول ودبا فيه مبرارة يا حياة في العود يا رب ان شاء الله شكرا جزينا وان شاء الله لنا لقاء بعد المبرارة ونبارك لبعض شكرا جزينا شكرا جزينا جزينا